مرحبا مواليد برش الدلو كيف بد يكون الأسبوع الثاني من شهر نيسان أبريل أي من الثانين الستة للأحد 12 نيسان أبريل بهذا الأسبوع في عنا حدث كتير حلو وهو اكتمال الأمر ببرش صديق لألكن في برش الميزان وذلك يوم الأربعة طبعا الشمس موجودة كل هالفترة ببرش الحمل الصديق لألكن فينا نقول إنه هو أسبوع جيد أسبوع مثمر أسبوع بتكتمل فيه الأمور بسبب تأثيرات هالأمر الفلمون يلي هو سوبرمون قمر عملاق بيساعدكن لكن ما فينا ننسى إذا متابعيني أو ما متابعيني بالأبراج اليومية والشهرية إنه كوكب المريخ موجود ببرشكم كل هيدا الشهر وأيضا كوكب سحل فخلونا نشوف كيف بد يكون هيدا الأسبوع البداية مع يوم الأثنين يوم الأثنين ستة نيسان أبريل الأمر موجود ببرش العذراء يلي هو برش سموح تقريبا بالنسبة للكون ما عم بحكي عن البرش أو أشخاص برش العذراء عم بحكي طاقة الأمر من برش العذراء دايما أنا ما بكون عم بحكي عن التوقعات الفلكية اليومية أو الشهرية والأسبوعية يكون عم بحكي عن نوع الطاقة من القمر مش عن برش شخص معين إذن يوم الأثنين ستة نيسان أبريل طاقت الأمر من برش العذراء نوع سموح بساعدكم بساعدكم لا تردوا الأمور لمشارها الطبيعي بساعدكم لأنه بيفتح قدامكم أكثر من فرصة لحتى ترجعوا تضبطوا وتغيروا وتحدثوا وتطوروا علاقة أو ظرف معين فمعلي إذا اعتذرتوا إذا بتلاقوا إنه في ضرورة للاعتذار ليش لا؟ المسامح كريم فيه احتمال كونوا مشغولين التانين أيضا بكتير من الأمور الأوراق معاملات عم تشتغلوا عليها ومعلي إليش لا؟ هيدا الأمور بتفيدكن لحتى تقدروا الثلاثة والأربعة تقطفوها وتاخدوا الأفضل للكون ليش؟ لأنه الثلاثة والأربعة الأمر رح بيكون موجود ببرش الميزان الصديق للكون وأصلا رح يوصل وبيبقى ببرش الميزان 48 ساعة تحديدا من التانين ساعة 79 دقيقة يونيفورشل تايم حتى الأربعة مساءا 18 دقيقة يونيفورشل تايم يعني بتوقيت بيروت الصيفي من الساعة ميدنايت منتصف الليل تانين تالتة حتى الأربعة الساعة 11 و3 المساء توقيت بيروت الصيفي 48 ساعة تقريبا من أجمل الأوقات أقواها حظا أنجحها وأكثرها إفادة للكون أكثرها مكافأة للكون اكتمال الأمر في ببرش الميزان الصديق للكون بيفتح أكثر من فرصة حظ وأكثر من مجال لحتى أنتم تقدموا مشروعكم لحتى تحكوا لحتى تعبروا عن نفسكم ولحتى تحققوا إنجاز مش بس أنه مفتوحة بوشكم لكن ألحظ معكم وبعطي هذه الفترة التاني عفوا التالتة والأربعة بعطيه علامة عالية فيني عطيها 8.5 على 9 على 10 أو حتى 9 على 10 فترة محصوصة وهي من أجمل أيام هذا الأسبوع أكثرها حظا وهي اللي بتطلب منكم إنه كل شغلكم لتقيل كل شغلكم لمهم حطوا التالتة والأربعة ما بتندموا لأنه فيه أمر مكتمل هذا معناته إنه فيه طبخة استويت مشروع استوى فكرة انتهت وفيه احتمال إنه فيه خط عريض فيه فكرة فيه مشروع فيه قرار قد يحسم أو أنتو بتحسموه وبتمطلقوا بمسار جديد وتوجه جديد يعني مثلا يمكن الجامعة بتبعث لكم جواب فيه جواب نهائي قبول أو رفض مفروض يكون قبول هذه الفترة يمكن ناطرين جواب من مؤسسة مفروض إنه يوصل الجواب حابين تنتقلوا من مرحلة إلى أخرى هيد الفترة بتفتح قدامكم حابين تطرحوا مشروع وخايفين أي فترة بتكون تنقوها وتختاروها أي يوم هو كثير الحظ الثلاثة والأربعة الخميس والجمعة أنتم تحت الأضواء أنتم تحت الأضواء بتكون تحكوا بتكون تفسروا بتكونوا واضحين بأفكاركم بتكونوا شغلين عاملين شغلكم بتكونوا بتتحلوا بيحس عالي من المسئولية الخميس والجمعة متعبين لكن مهمين جدا ما فيكن تتخبوا ما فيكن تنعزلوا وما فيكن تخطفوا وتعطوا أعذار إنه ما اشتغلتوا ما خلصتوا ما حضرتوا شغلكم مطلوب منكن تقديم أداء معين أنتم تحت الأضواء والأخطاء رح بتبين لكن أيضا الشغل الجيد كمان رح يبين الخميس والجمعة يومين مهمين جدا ما فيكن تستخفوا فيهم لكن بيحملوا بعض التقلبات المزاجية وشوي الضغط السبت والأحد هناك ارتياح هناك انفراج هناك شوي الترفيح عن نفس هناك غياب للغيوم العصف للغيوم الفلكي هناك فرح وهناك صداءات أو نوع من هيصة معينة بيكون تاخدوا بعين الاعتبار طبعا أنه كلنا موجودين تحت أثيرات الكورونا كلنا عاديين ببيوتنا عم نشتغل من بيوتنا فما تنسوا أنه فيه ناس من حولنا فيه الأهل من حولنا الولاد من حولنا يعني فيه ضغوط إضافية فبتكن تاخدوا كل هالأمور بعين الاعتبار وما تنسوا تختاروا الأيام الأكثر حظا والأنجح لعملكم لمهم تأثيرات كوكب المريخ هذا الأسبوع بتنبه مواليد 24 إلى 29 كنون التاني يناير من السرعة من التسرع من المجهزفات كليا كوكب المريخ يجلب المشاكل زحل بيحذر مواليد 20 21 كنون التاني من عقبات ومن تأخير ومن قلب للظروف رأسا على عقب بديت من الجميع أسبوع حلو إلى اللقاء مع أبراج يومي شهري أسبوعي كلها بتلقوها وحتى سنوية بتلقوها بالوصف تلاقوا كل الروابط حتى لفيديو ويت أخرى حلوة كتير شكرا لقالكن باي باي